والله هو شوف موضوع الاستواء موضوع دقيق جدا وعويص كما يبدو لكثير من الناس أنا بالنسبة لي لا أراه صعب المنال صعبا أن يفهم لأنه هي مسألة الجهة والحد والاستواء كلها مسائل مربوطة الواحدة منها بالأخرى عند هؤلاء الذين يقولون أن هذا هو مراد السلف هذا هو مذهب المتقدمين من الأهل السنة ثم يعني يبالغون في تأويل كلماتهم علما بأن السلف قالوا في أكثر من موضع نؤمن بها بلا كيف بلا كيف ولا معنى بعضهم حتى يقول بلا معنى نفوض هذه النصوص بلا كيف ولا معنى لاحظ كيف وهذا ورد عن الإمام الترمذي وعن كثير من السلف يعني لا نستطيع أن نذكرهم لأنهم أكثر من أن يحصوا أنا ذكرتهم في أكثر من كتاب من كتبي ثم نفاجأ أن كثيرا من هؤلاء الذين يعني يقولون نحن ننتمي إلى السلف ونقول بمذهب السلف يقولون لا السلف لم يريدوا رفي أصل الكيف بل نفو علمنا بالكيف والكيف ثابت ما هو الكيف؟ الكيف تتكلموا عن الجهة والحد والجلوس والقعود والاستقرار والحركة هذه الكيفيات التي نتكلم عليها هذه الكيفيات هل السلف ورد عنهم أنهم كانوا يثبتون الجهة؟ هل ورد عن السلف أنهم كانوا يثبتون الحد؟ هل ورد عن السلف أنهم يثبتون الحركة ونحو ذلك؟ لا لم يريد عنهم على الأقل لم يريد عن السلف المقتدى بهم المعتبر المعتبرين نعم ورد عن بعض المتقدمين الذين كانوا في القرون الأولى ولكن نحن بالنسبة لنا هؤلاء مجسمة هؤلاء مشبهة لله سبحانه وتعالى الذي يقول إن الله سبحانه وتعالى يتحرك ويقوم ويصعد وينزل وإلى آخره وتقوم به الحوادث هذا بعيد جدا عن فهم ليس كمثله شيء بعيد جدا عن فهم يقول هو الله أحد الله الصمد عن فهم هذه الآيات المحكمات التي يجب على كل إنسان أن يلتزم بها يا سيدي لو قلنا له هذا فهمك أنت فمن أين له أن يقول نحن نجزم بأن هذا هو فهم السلف من أين لك أن تجزم أن هذا هو فهم السلف ولم يرد عنهم نص واحد في إثبات الحد الذي أقمتم الدنيا ولم تقعدوها على إثبات الحد الجهة لم يرد عنهم لفظ واحد في إثبات الجهة وورد عنهم ألفاظ وروايات شتى منها مثلا ما جاء في عقيدة الإمام الطحاوي في هذا المثن الشهير متن الإمام الطحاوي وتعالى الله عن لا تحويه الجهاد السكت فساء عن تدعات لا هذا نص صريح نص واضح صريح لا يحتمل التأويل بوجه من الرجوع لكن بما أنه ذكرنا عبارة الطحاوي نعم يعني البعض يقول أن هذه العبارة الإمام الطحاوي نعم هي عبارة ملفقة على الإمام الطحاوي وهي ليست من عقيدته كيف يعني ليست معهم هي في متنه وكل النسخ يعني موجودة فيها هذا يعني هذا أنا عمري ما سمعته حقيقة من واحد يعني أنا لا أستبعد أنهم يقولوا هذا الكلام لكن أنا يعني لا أعتقد أن واحدا خبيرا بالمذاهب خبيرا بما يقول يستطيع أن يتحمل يعني ربقة هذا الكلام هذا كلام واحد غير مسؤول يعني الإمام الطحاوي ينفيها نفيا صريحا واضحا كل هذا النص موجود في كل مخطوطات العقيدة الطحاوي وهذا النص بالتحديد هي إحدى هو أحد النصوص التي تشكل إشكاليات عند الأتباع ابن تيمية مثلا الذين يدعون أنهم يسيرون على مقطع السلف يواجهون بالإمام الطحاوي هو من السلف وإذ به يقول ينزه الله عن الحدود والأركان والأعضاء ولا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات نزه الله عن الحد وعن الأركان وعن الجهات الست كلها بما فيها جهة الفوق جهة الفوق الله سبحانه وتعالى موجود بلا مكان موجود بلا زمان موجود قبل الأين قبل الكون قبل الزمان البعض سيدي يقول مثلا من يقولون بذلك ينفون عن الله العلو لا أبدا هذا من وهمهم هذا أيضا من وهمهم لأن من من الأمة الإسلامية نفى عن الله العلو الله سبحانه وتعالى يقول بنص الكتاب الصريح وهو العلي العظيم العلي الله أكبر من كل شيء الله هو العلي هل يستطيع أحد من المسلمين يقول الله ليس بعلي هكذا هذا كافر قولا واحدا لأنه يناقض صريح القرآن فهذه هي إحدى إشكاليات مثل هؤلاء الناس الذين بدل أن يقولوا نحن هكذا نفهم النص يقولون هذا هو النص لا ليس هذا هو النص النص يثبت العلو والعلو أعم من أن يكون علو جهة أو علو ذات ووجود فالقدر المتفق عليه هو علو القدر والوجود والذات وهذا أعم من أن يكون هذا العلو هو علو الجهة أنتم تعارضون المسلمين سائر المسلمين سائر من يخالفونكم ليس في علو الوجود لأن كل المسلمين يقولون وجود الله أعلى وأجل لا أحد من المسلمين علو الجهة هم يعارضون سائر المخالفين مخالفيهم ومن ضمنهم أهل السنة هم يعارضون أهل السنة بأن يقولوا نحن نريد بالعلو علو الجهة طب من أين جئتم يعني فعلا من أين جئتم بأن العلو المقصود به هنا يعني بمعنى آخر أن من خالفهم في الفهم للعلو أصبح كأنه ينفي العلو بارك الله فيك وهم يعلمون علم اليقين بأن العلو الثابت لله ليس منصوصا عليه أن علو جهة وأنتم تثبتون نزاعنا معكم في علو الجهة ثم إذا بكم عندما تشنعون على المخالفون تقولون أنتم تنفون مطلق العلو ولا أحد من المسلمين ينفي مطلق العلو إذن هذا نوع من التلفيق نوع من المغالطات أظنه الرازل أذكر يقول أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إن قلت أن الرحمن لم يستوي على العرش مثلا وهل يستطيع أحد أن يقول لكن من خالفهم في أن الاستواء بمعنى الاستقرار بارك الله فيك هذه هي نكتة المقام هذا المقام يعني انتقلنا من الجهة إلى العلو يعني نحن نتكلم في الاستواء لاحظ كيف كلها مسائل مرتبطة واحدة منها بالأخرى هم يقولون أن الاستواء هو الاستقرار استقرار ماذا؟ استقرار الله سبحانه وتعالى على عرشه وابن تيمية يصرح تصريحا تلو تصريح بأن الاستقرار هو مماسة واستقرار هو جهة عبارة عن استقرار كائن في جهة يعني أن الله سبحانه وتعالى في جهة الفوق والعرش في جهة التحت هذا لا يستطيع أحد أن ينفيه وعن ابن تيمية ولا يستطيع أحد منهم أن ينفيه أنه إنما يقاتل سائر المسلمين على هذا المعنى ليس على هذا النص النص لا أحد من المسلمين يقول أن النص محرف وإذ بنا نفاجأ أنهم يقولون هم حرفوا القرآن لم يحرف أحد من المسلمين القرآن أنتم حرفتم أفهام المسلمين بأن جعلتموهم يحرفون القرآن ويبطلون القرآن لا أحد من المسلمين يبطل نص القرآن لكن الخلاف بينكم وبينهم في الفهم في فهم هذا النص أنتم تقولون إن استواء الله سبحانه وتعالى هو استقرار وجلوس وقعود ونحو ذلك وسائر المسلمين يقولون لا استواءه استواء تدبير وتمام سلطان وتمام ملك إن ربكم الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش شوف في أكثر من آية الآن ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها يدبر الأمر يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل استوى على العرش ما ورد في آية من الآيات استوى على العرش جالسا ما ورد في الآيات استوى على العرش قاعدا ولا ورد في الآيات استوى على العرش في جهة بل استوى يدبر استوى يعلم استوى يولج وهكذا هذا سيدي يقولنا إلى سؤال ربما نختم به لماذا نعتبر أن تأويل العلو أو مثلا تأويل العلو تنزيه وتأويل الباطنية للحشر الحادن وكفر يعني باختصار هذا تأويل وهذا تأويل نعم لأن تأويل ذاك اعتبرناه تنزيه واذا اعتبرناه الحادن نعم هذا ليس تحكما ولا تعصفا نحن قلنا بأن هذا التأويل هو عمل بالقواعدة القرآنية لأن مع هذا التأويل رجوع إلى محكم الكتاب وليس فيه خروج عن محكم الكتاب وليس فيه قول بلا دليل هو عمل بالدليل بمقتضى الدليل أين هنا نخرج عن مقتضى الدليل وعن محكم الكتاب عندما نقول إن استواء الله هو تمام تدبيره بعد أن خلق الخلق أتم تدبيره هذا هو محكم القرآن نحن لم نقل بما ليس راجعا إلى أم الكتاب هذا هو المقطوع به من أم الكتاب القدر المقطوع به نحن نلتزم به لكن تأويل الباطنية تأويل بلا دليل هل رأيتهم إذ يقولون مثلا الصوم يراد به أحيانا علي والصوم يراد به عائشة صوت البرق والرعد هذا تأويل سخيف هذا تأويل خروج عن مقتضى اللفظ ومقتضى المعنى بمجرد الهوى والرغبة والانحراف ولذلك لا قاعدة ولا ضابط لتأويل الباطنية لكن هناك التأويل الذي يتكلم فيها للسنة هو تأويل مضبوط بقاعدة نستطيع أن نري الإنسان كل حركة من حركاتنا أنظارنا وفي أفكارنا كل حركة كل نقلة معنوية لماذا انتقلنا من هنا إلى هنا إلى هنا وكيف وصلنا إلى هنا إذن هذا هو عمل بالدليل بارك الله بكم حكرا